موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم الأسد يهدد أي ضربة لداعش دون تنسيق معي هي عدوان علي في هذا السياق صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالة لطارق الحميد بعنوان الأسد واستثمار داعش مرة أخرى جاء فيه انتفض نظام الأسد لاستثمار الحرب على داعش وهذه المرة على لسان وزير خارجية الأسد الذي أعلن استعداد النظام للتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك مع تهديده بأن توجيه ضربات ضد داعش دون تنسيق مع الأسد هي عدوان وكأن الأسد وداعش شيء واحد والحقيقة هم كذلك ألافت في التصريحات الأسدية هذه أنها تأتي متزامنة مع تصريحات لوزير الخارجية الروسي تطالب بضرورة التنسيق مع الدول المعنية مع قوله إن الغرب سيضطر للاختيار بين تغيير الأنظمة أو مكافحة الإرهاب وهذه لعبة مكشوفة فالغرب لم يتحرك ضد داعش عراقيا إلى بعد اشتراط رحيل نور المالكي وهو ما حدث فلماذا يكافأ الأسد الأكثر إجراما؟ المعركة ضد داعش يجب أن تخاض متزامنة وعلى جبهتي العراقي وسوريا عراقيا بضرورة تسريع وطيرة الإصلاح السياسي وتشكيل الحكومة وبشكل متزامن مع إعادة إحياء مجالة الصحوات السنية وتسليحها على غرار تسليح البشمرق الآن ليكون بمقدورهم جميعا إضافة للجيش مقاتلة داعش على الأرض وتحت غطاء العمليات الجوية العسكرية أما سوريا فلابد من الإسراع في تسليح الجيش الحر تسليحا نوعيا يضمن مقارعته لداعش وميليشيات الأسد على الأرض وضرورة تزويد الجيش الحر بمضادات طائرات لتحييد طيران الأسد وبالتالي توجيه ضربات جوية لداعش على أن يتكفل الجيش الحر بمقاتلتها على الأرض واستعادة المواقع التي تفقدها داعش في المعركة وهذا الأفضل وليس التعاون مع المجرم الأسد لذا فإن التحرك ضد داعش عبر جبهتين متوازيتين من شأنه أن يجعل إيران أمام خيارين إما التفاوض على رأس الأسد أو التحالف مع داعش وهذا انتحار سياسي بامتياز هل يمكنكم أن تتخيلوا من هو مع بشار في خندق واحد غير إيران وحزب الله؟ إلياس حرفوش يجيبنا على هذا السؤال حيث نشر في صحيفة الحياة بعنوان أوباما وبشار في خندق واحد جاء فيه القرارات المتأخرة توزي في خطرها القرارات الخاطئة وهو تمدد داعش يفرض اليوم على الجميع إعادة حسابتهم وربما عض أصابعهم أيضا الجنرال مارتين ديمسي رئيس أركان الجيش الأمريكي يعترف أنه لن يكون ممكن القضاء على داعش في العراق من غير التصدي له في سوريا أيضا ماذا سيعني هذا سوى أن يتحول قتال داعش إلى معركة يخوضها الجيش الأمريكي إلى جانب جيش بشار الأسد أو على الأقل لمصلحته بعد أن سمح التخلي الأمريكي عن المعارضين السوريين المعتدلين أن يصبح داعش وجبهة النصرة القوى الوحيدة الفاعلة اليوم في وجه قوات الأسد مشاهدنا الكرام يبدو أن البريطانيين لم تعد لديهم حرية الحركة حول العالم وقد يواجهون التدريد من الجنسية إذا كانت وجهتهم الشرق الأوسط حيث نشرت صحيفة الديلي تيليغراف مقالاً لستيفن سوينفورد بعنوان دعوة لتحقيق مع كل بريطاني يذهب إلى سوريا أو العراق بتهمة الإرهاب جاء فيه أوضح السير بوريس جونسون عمدة لندن أن الشرطة البريطانية تواجه صعوبة بالغة في توجيه اتهامات ضد الجهاديين البريطانيين دون أن يكون هناك أي دليل مباشر على نشاطاتهم في العراق أو في سوريا حيث دعا إلى إجراء تغييرات سريعة وبسيطة في القانون لتقديم اتهام قابل للطعن بحق الذين يسافرون إلى مناطق الحرب دون إختار السلطات بأنهم ذهبوا إلى هناك لأغراض إرهابية ويقول ستيفن سوينفورد أن عمدة لندن السير جونسون انضم إلى الدعوات التي تطالب بتجريد الجهاديين البريطانيين من الجنسية البريطانية حيث لاقت هذه الدعوات قبولا لدى بعض الساسة البريطانيين جاءت تصريحات عمدة لندن بعد التصريحات التي أدل بها السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ويست ماكوت والتي قال فيها إن الأجهزة الاستخباراتية لبريطانيا أو شكت على تحديد هوية قاتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي من خلال استخدام تقنيات الصوت مشير بتصريحاته إلى أن المتهم الأول بتنفيذ عملية القتل تلك هو الجهاد البريطاني الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام اسم جون الجهادي تركيا تترك وحدها للوقوف في وجه انضمام المقاتلين لداعش حذو نشرت وكالة أنباء رويترز مقالا بعنوان تركيا تكافح في دور الحرس الوحيد في مواجهة الانضمام للدولة الإسلامية جاء فيه قال مسؤول تركي إن تركيا لديها قائمة للممنوعين من الدخول إليها تتضمن آلاف الأشخاص الذين يشتبه أنهم يسعون للانضمام إلى صفوف المتطرفين في سوريا بناء على معلومات من وكالات المخابرات الأجنبية وأنها منعت أكثر من أربعة ألاف شخص من دخول البلاد في العام الماضي وحده نتيجة لذلك وفي العام الماضي تم اعتقال سبعين شخصا في تركيا لاشتباه في وجود صلاة تربطهم بجماعات متطرفة في سوريا وقال مسؤول حكومي ثاني لرويترز تمت زيادة الإجراءات الأمنية منذ فترة نتيجة لتطورة الأخيرة وتعتقد القوات المسلحة التركية أن الاحتياطات الحالية كافية لكن مسؤولين في أنقرة يقولون إن هناك أجانب من أكثر من ثمانين دولة يقاتلون في سوريا والعراق وإن من غير المعقول أن تتصرف تركيا كحارس وحيد يمنع الأفراد الذين جاءوا من بلادهم من عائق بعد تجديدهم هناك مشاهدين الكرام نشر موقع الجزيرة ترك تقريراً لمراسلها عرفان بوزان بعنوان حقيقة التوتر في اسطنبول بشأن السوريين مؤخراً جافي لم يختر السوريون قدرهم في السكن في الأقبية الرطبة والمخازن والدكاكين إقاء مئة ليرة يدفعها الواحد منهم في الشهر يقيم عشرة أو خمسة عشر سورياً في مكان لا تساوي قيمة إيجاره خمسمائة ليرة تركية وقد تعرضت تلك الأقبية والدكاكين لتكسير زجاجها وكانت هدفاً لأحجار الغضبين اتفق الجميع على أن بداية الحكاية هي أن طفلاً سورياً اختلف مع أطفال الحي فهجم والده عن الأطفال الآخرين ما سبب تدخل خمسة عشر إلى عشرين من شباب الحي وزاد عدد المنضمين إلى الشجار حتى وصل عددهم إلى المئات من أبناء الحي وأدى تناقل الخبر من شخص لآخر إلى تحول الحكاية إلى حادثة تهجم على طفل وكانت نتيجة الهجوم على الأماكن التي يتواجد فيها السوريون وتوقف الهجوم بتدخل الشرطة تجولت كاميرا الجزيرة الترك في الحي صباح اليوم التالي للواقعة التي لم يستغرب أحد حدوثها ويقول البعض إنها نتيجة تراكمية ولكن إزعاج الفتيات والتهجم على الأطفال وإزعاج مؤجري البيوت بعدم إعطائهم أجرة المنزل الذي يسكرون فيه ولدى سؤال الأتراك عن المشكلة قالوا إن أصل المشكلة هم الشباب السوريون الذين يملؤون شوارع الحي والذين وصفهم أحدهم بأن مظهرهم مزعج للغاية وهم يرتدون شحاطة وبنطلنات قصيرة ويحملون مسبحات في أيديهم ويتصايحون يتسأل أحد الأتراك هل هم في عطلة؟ عليهم أن ينتبهوا لتصرفاتهم الأمر الوحيد الإيجابي الذي قاله أحد الأتراك لمراسل الجزيرة ترك وهو يقف أمام واجهة أحد الدكاكين المحطمة عن السوريين هو الطعام والكباب الذي يحضرون يبدو أن النظام يبحث عن كبش فداء لتبرير سقوط عدة مواقع عسكرية همة بيد داعش فافتع لك العادة معارضة شغل إيدو في هذا السياق نشر موقع كورونا شركاء مقالا بعنوان مؤيد بشر الأسد ينتفضون دون تجاوز الخطوط الحمراء جاء فيه هاهم مؤيدون نظام الأسد الذين رفضوا يوما إصلاحات رئيسهم بشار الأسد لاعتبارها بذخا ورفهية زائدة ينتفضون بعد صمت دام السنين وسنين من الظلم والاستبداد فقد باتوا ينتقدون المسؤولين والوزراء علنا ويلعلون الفساد والمحسوبيات تحت غطاء الديمقراطية المسموح بها دون التجرؤ على اجتياز الخط الأحمر آل الأسد ازداد السخطو احتقان المؤيدين بعد السقوط ثلاث نقاط عسكرية رئيسية كانت العاصب الضابط للمنطقة الشرقية لسوريا الفرقات سبعة عشر اللواء ثلاثة وتسعون ومطار الطبقة العسكري في محافظة الرقة على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش فقد استعد مؤيدون نظام لتنفيذ اعتصام ضد السلطات يوم الثلاثة السادس والعشر من الشهر الثامن من عام الفين وأربعة عشر حداداً وإكراماً لأرواح الجنود الذين قضوا ذبحاً على يد داعش في الرقة وجهت الدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعوا من خلالها إلى إشعال الشموع في الساحات العامة لكافة محافظات القطر لمطالبة رئيسهم بشار الأسد لمحاسبة ومحاكمة وزير الدفاع فهد لفريج الذين أطلقوا عليه لقب وزير الموت ولمحاسبة كافة المسؤولين عن قسرة الوطن لهذا العدد من شهداء الجيش بحسب وصفهم الجدير ذكره أن المؤيدين التزموا بالخط الأحمر الذي وضعه لأنفسهم وهو عدم الاقتراب من سيادة رئيسهم بشار الأسد متناسين أن رئيسهم بشار الأسد هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة ومتناسين أن الطائرات التي انطلقت من مطار دمشق الدولي إلى مطار الطبقة العسكري أثناء هجوم داعش عليه لنقل القادة والضباط الكبار الذين يعتبرونهم نخبة وتركيباق الجنود لمصيرهم المحتوم الذي لقوه نحرا على يد تنظيم داعش وتنسوا أيضا أن الأوامر العسكرية تصدر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد لا من وزير دفاع لا يحل ولا يربط في موقعه كوزير في نظام الاستبداد نظام الأسد يبدو أن الثورة اقتحمت عقول المؤيدين لكن بخطوط حمراء لأنهم يعلمون أن تجاوزها سيكلفهم حياتهم كما حصل مع ابناء ثورة الكرامة هكذا هي أنصاف الثورات ما زال الخوف يحاصرهم وما زالوا يحجمون الشمس بجملة رئيس منيح بس اللي حوالي ممنح يقول وولد يورانت مؤلف قصة الحضارة لا يمكن لعدو خارجي أن يدمر حضارة عريقة ما لم تدمر هذه الحضارة نفسها من الداخل في هذا السياق نشرت صحيفة حبر مقالة لباسم الأفندي بعنوان بين التشرذم الحق واتحاد الباطل جاء فيه إن المراقبة لحاضرنا يجد أننا ذاهبون لاتكرار أخطاء الأجداد أي مكبوتهم وأفول نجمهم فالفرقة والتشرذم تهدر طاقات الأمة وتكرسها للدفاع السلبي ضد الحسد والحقد الداخلي بينما يكون العدو الخارجي المتماسك يعد عدته لتدميرنا فنحن بالرغم من صدق قضيتنا وكثرة عددنا ممثل الطرف الأضعف تنظيميا في صراع الحق مع الباطل فالباطل بكل مكوناته يستجمع قوته ويجند أجناده ويصطف ضدنا ويقاتل على كل الجبهات وبكل الوسائل تحت قيادة ولواء الشر الواحد وما حدث في مصر من تواطئ حزب النور السلفي مع حكم العسكر لاجتثاث الحرية التي وصل إليها الشعب المصري بعد قدر من الدماء وما شهدناه من فضائح لبعض الدول العربية والإسلامية التي اشتركت مع العدو الصهيوني لقتل أهلنا في غزة وما يحدث في سوريا من تورط الكثير من المكونات السنية رجال دين ومجموعات دينية تورطهم في قتلنا يبرهن أن عدونا عالمي لا يهمه دين أو مذهب والفكر المتبايل لمن يستخدمهم أو يتحلفوا معهم طالما أنهم على الباطل ويملكون الرغبة لاستئصال شأفة أهل الحق ومستعدون لاشتثاثهم هذا الإصرار لن يتسبب إلا بإذاقة بعضنا بأس بعض وليزرع إلا بذور الفشل والهزيمة أمام أهل الباطل حري بنا أهل الحق والرسالة والحضارة ألا نقسم أنفسنا حري بنا أن نقاتل عدونا صفا واحدا كما يجب أن نواجه أعداءنا باستراتيجية نقتبسها من استراتيجية عدونا ودروسنا ودروس أسلافنا تلك الدروس التي تثبت أن لا وزن لكل عتاد العدو وتقدمه وقواته العسكرية أمام وحدة كلمتنا هذه الدروس التي أثبتت أن التماسك الداخلية والوحدة هي أس قوتنا وما مثال نصر إخواتنا في غزة على عاشر أقوى جيش في العلم وتمريغ أنفه في الوحل إلا دليل على ذلك وإلا فنحن ندرم بحق رسالتنا وقضيتنا ودماء شهدائنا إن تمسكنا بفرقتنا وكنا سببا في السماح لقوى الباطل بالاستقواء علينا لأننا نملك في رسالتنا كل أوامر ومقومات الاتفاق وتنظيم أنفسنا الذي سيرشد جهدنا وجهادنا وعزيمتنا لهزيمة عدونا تحت تأثير الضغوطات والتغيرات الكبيرة في الحياة تمرض الأنفس كما تمرض الأجسم في هذا السياق نشرت صحيفة عينب بلدي مقالا لأثماء رشدي بعنوان اكتئاب الأطفال أعراضه وعلاجه جاء فيه الاكتئاب هو مرض نفسي يتميز بمشاعر عميقة للحزن والتهيج واليأس وأحيانا أفكارا انتحارية وقد يتساءل البعض هل من الممكن أن يصاب الطفل بالاكتئاب؟ نعم للأسف هذه حقيقة هناك مجموعة من الأعراض الأساسية التي قد يمر بها الطفل حتى نشخص تعرضه للاكتئاب ومن هذه الأعراض التهيج أو الغضب مشاعر مستمرة من الحزن واليأس الانسحاب من الأصدار أصدقائي والأسرة زيادة الحساسية للرفض أو الانتقاد تغيرات في الشهية التغيرات في النوم الأرق أي نوم الكثير صعوبة في التركيز التعب وانخفاض الطاقة الشكاو الجسدية مثل ألم المعدة والصدع التي لا تستجيب للعلاج انخفاض القدرة على العمل خلال الأنشطة في المنزل أو مع الأصدقاء الإحساس بمشاعر التفاهة أو الذنب والتفكير أو الحديث عن الموت والانتحار عندما تتوفر خمسة أعراض منها وخاصة أهم الأعراض الرئيسية الحزن والشعور باليأس والتغيرات في المزاج ثم تستمر لمدة أسبوعين عند ذلك يمكن أن نقول بأن الطفل يعاني من اكتئاب وعلى الأهل أن يقوم باستشارة الطبيب فورا ليتأكد من أن ما يعانيه ليس له أسباب عضية فقد يحتاج إلى علاج نفسي أو دوائي أو لثنين معا ولنعلم أن الاكتئاب ليس مجرد مزاج عبر باسينج مود ولن يزول بدون علاج ولا يبدو على كل الأطفال أعراض الاكتئاب ذاتها ففي الحقيقة هناك بعض الأطفال الذين قد يستمرون في القيام بمتابعة أداء وظائفهم بدرجة معقولة في البيئات المنظمة إلا أن معظم الأطفال الذين يعانون من اكتئاب بدرجة شديدة فإنهم يعانون من تغير ملحوظ في الأنشطة الاجتماعية وفقدان الاهتمام بالمدرسة وضعف الأداء الأكاديمي وتغير في المظهر الخارجي أو حتى تزريب المخدرات والكحول من السهل جدا على الوالدين أن ينكروا معاناة طفلهم من الاكتئاب بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي لكن من المفيد أن يفهم الوالد أن الاكتئاب مرض حيوي والمعالجة لهذا المرض قد تسمح للطفل أن ينمو كشخص مالغ صحي ونفسيا وعاطفيا أما عدم معالجته فسوف تترك آثارا سلبية على حياة الطفل وينشأ مريضا مطربا غير سوي مع تمنياتنا لكم بالصحة النفسية والجسدية نختم حديث الصحافة لهذا اليوم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة